طلاب الأعزاء أسعد الله أوقاتكم وبعد نتحدث الآن في هذه المحاضرة عن مفهوم المشكلات النفس الاجتماعية أنا أرجو منكم أن تركزوا على هذه الموضوعات لأنها ستدخل في الانتحان وهي مهمة لذلك يجب علينا أن نتابعها مفهوم المشكلات النفس الاجتماعية يعني لاحظوا نفس الاجتماعية يعني العلاقة بالنفس الإنسانية والمجتمع وهي عبارة عن حالة الخلل والارتباك وعدم القدرة على التفاعل السوي في المواقف والعلاقات الاجتماعية والشخصية هذه تعريف تعريف آخر هي عبارة عن تلك الصعوبات ومظاهر الانحراف والشذول في السلوك الاجتماعي فتقل الفعالية وكفاية الفرد وتحده من قدرته على بناء علاقات اجتماعية ناجحة مع الآخرين نيجي للأمراض الاجتماعية يعني فيه أمراض علوية وفيه أمراض اجتماعية الأمراض الاجتماعية هي كل سلوك أو فعل أو صفة مخالفة للشرع والقانون مرض اجتماعي مثل الشلوث زي الانحراف زي السرقة زي الإدمان هذه كلها أمراض اجتماعية مميزات المشكلات النفس الاجتماعية تمتاز بأنها مدركة أو محسوسة أي أن الناس يدركون الأوضاع التي تشكل خروجها على المألوف اثنين لا تتوقف عند حد الرفض الذهني أو العقلي بل تشكل نوعا من التحفز لتحريك السلوك المضاد تمتاز بعدم الثبات على وطيرة واحدة من حيث قدرتها على التأثير رغم أنها تمتاز بالديموم والاستمرارية مع استمرارية الحياة أي أنها ملاصخة المجتمعات الإنسانية وين ما فيه مجتمع إنساني فيه مشكلات اجتماعية تنتج المشكلات النفس الاجتماعية عن تغير نابعا ثقافة المجتمع السائد والرافض لحدوث التغيرات الطارئة يعني في مجتمعنا ممكن نرفض الأحداث ونرفض التغير وبالتالي تحدث مشكلات نفس الاجتماعية أنها تظهر في كافة المجتمعات الإنسانية سواء كانت صغيرة أو كبيرة متحضرة أو متخلفة يعني كل المجتمعات فيها مشكلات ولكن تختلف حدتها أو درجاتها أو مسميتها من مجتمع إلى آخر التطور والتقدم التقني يساعد على خلقها داخل المجتمع يعني كل ما يعني مثل مع ظهور الإنترنت ظهرت مشكلات اجتماعية مع ظهور التلفون والموبايلات ظهرت مشكلات اجتماعية مع ظهور التلفزيون ظهرت مشكلات يعني كل ما فيه تقدم في مشكلات اجتماعية ولكن عقل الإنسان يجد ويصيغ حلول لهذه المشكلات تتشكل تدريجيا على مراحل لذا فإنها لا تظهر فجأة وعفوية تظهر بسبب التغيرات الحاصلة في أسلوب العيش ومستوى وهي مرتبطة بالقيم والأداب العامة ويمثلان نواتها طيب ما هي أسباب المشكلات الاجتماعية يعني هل تحدث المشكلات الاجتماعية هكذا اعتباطا بدون أسباب لا نقول أن علاقة الفرد بنفسه تتميز بأنها معقدة لاحظوا علاقة الفرد بنفسه معقدة وعلاقة الفرد بالآخرين مركبة ومتداخلة لذلك فإن سبب حدوث المشاكل النفسية والاجتماعية أو النفسية الاجتماعية لا يرجع إلى تحديد عامل واحد بل إلى مجموعة من الأسباب المتعلقة بالنظور المجتمع وطبيعة المرحلة الثقافية والتاريخية لذلك هناك جملة من الأسباب والعوامل التي تساعد في ظهور المشكلات النفس الاجتماعية نحن نقولها معقدة ومركبة منها أسباب ضعف الوازع الدين وغياب الأخلاق وتوجه الأفراد نحو العزلة يعني اللي بنعزل أو اللي ما عندوش وزع الديني وما عندوش أخلاق هذا سبب من أسباب المشكلات النفس الاجتماعية وقوة أحداث وتطورات وتغيرات صعبة وسريعة تعيق حركة وأهداف أفراد المجتمع ووقفها بعض الأحيان ضد مصالح الفرد لاحظوا أنه يعني أحيانا في التطورات بتأتي مخالفة لإرادة الفرد الاختلال والتفاوت بين مكونات الحضارة الإنسانية بين قيم معادات وأفكار المجتمع يعني ثقافة المجتمع الأجنب يتخلف عن ثقافة المجتمع العربي ضعف وسائل الضبط النفس والاجتماعي وظهور قصور في قواعد السلوك القائمة على أساس تلبية الاحتياجات الفرد النفسية والاجتماعية يعني الضبط النفس الاجتماعي يعني الضبط البيت ضبط الأسرة ضبط المجتمع صعوبة تكيف الفرد في مواجهة مطلبات التغيرات الاجتماعية الفرد لا يستطيع أن يتكيف الاحتدام القائم بين مطلبات الفرد والتوقعات الاجتماعية كذلك سبب المشكلات التغير الاجتماعي والتغير الاجتماعي تعريفه هي عملية داينامية يعني متحركة تمثل في التحول والتباين في تنظيم المجتمع وعلاقتي بسلوكي وثقافتي عبر الزمان كذلك تعاقب الأجيال جيل متمسك بالقديم وجيل بالحديث فينشأ ذلك سلوكيات متناقضة مما يسبب التصادم والتصارع بين الأنماط السلوكية هذا التغيرات المجتمع التغير الاجتماعي تصادم والتصارع بين الأنماط السلوكية يعني صراع الأجيال يعني أنت مثلا ممكن ما تفهم أبوك أو أبوك ما يفهمك ففيه بصير صراع الأجيال تفكك التنظيم الاجتماعي وعدم فعالياته وضعف التكامل الاجتماعي بين أملياته يعني تفكك الأسرة تفكك المدرسة تفكك المجتمع ضعف الرقابة الاجتماعية وقياب قدرة المجتمع على معالج السلوكيات السلبية لاحظوا هذا من ضمن المشكلات مرور المجتمعات بأزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية بشكل متسارع زي مثلا ما بصير عن نحن في عنا طلاق في عنا انتحار في عنا هروب في عنا هجرة في عنا كذا كله بسبب المشكلات التي بتعاني منها المجتمع سرعة التغير الفائق وتصارع الأحداث والتحولات الضغفية لاحظوا التغيرات مثلا في الانترنت وفي الحضارة وفي يعني الكورونا وكل هذه التغيرات لاحظوا هذه بتأدي إلى مشكلات نفس اجتماعية الجهل الخوف من التعامل مع كل ما هو جديد لاحظوا انه في ناس ما بتحب تتعامل مع الجديد بتحب تتعامل مع القديم بتحبش تغير أثاث بيتها بتحبش تغير طريقة مشية بتحبش تغير طريقة لمسة بتحبش تغير طريقة تسريحتها جهل خوف من التعامل لذلك لا بد أن نتعامل مع الجديد جميع ذلك يجعل الفرد ايش بيسوي متشائم متكدر وهذه مشكلة نفسية يعني التكدر والتشائم مشكلة نفسية اجتماعية خلقتها التحولات والتنقلات التي حدثت وتحدث في المجتمع زي الآن العالم ما هو بعاني من قضية كورونا والناس مكتئبة والناس مستفزة والناس مضغوطة وإلى آخرين ما هي أثار المشكلات النفس الاجتماعية يعني ما هي الأثار التي تحدثها أو تأدي تأدي إلى تفكك المجتمع وتشتت التوازن والتضامن وظهور صراعات وخلافات زيادة العقبات الفعلية أمام التوافق النفس الاجتماعي غياب فرص الحوار والمناقشة الاجتماعية بين طبقات المجتمع تشكل حاجز أمام التنمية البشرية كل هذه معروفة يعني كلها في عملية التخطيط والإدارة انهيار المبادئ والقيم والعادات الاجتماعية من أثار مشكلات النفس الاجتماعية ظهور سلوكيات مخالفة للشرح يعني لو إحنا طبقنا هذا يعني إحنا بنعاني من مشكلات نفس الاجتماعية في مجتمعنا والمجتمع المصري والمجتمع الأمريكي والمجتمع الإيطالي طيب لو إحنا قسنا على مجتمعنا وشفنا الأثار النفس الاجتماعية بنلاقي أنه تفكك المجتمع عقبات غياب فرص الحوار ظهور سلوكيات انهار القيم طيب ما هي اهم الخصائص والسمات التي يتميز بها المنحرفون اجتماعيا يعني الناس اللي بعانوا من احراف اجتماعي ايش هو بمكازه اول شي انطوائية والمنطوي غير قادر على اقامة علاقات سلوكية ومتمركز حول ذات يعني بايش ما حاله الحقد والكراية والسخط والكآب والقلق والملل والضجر هذا هو الانسان المنطوي يعني صعب انك بده علاج نفسي الانسان المنطوي عدم نضج الضمير الاخلاقي نضجا سليما يعني في ناس ما عندهش ضمير لانه اهلوا ما ربوا على الضمير ولا عودوا انه في حرام وفي حلال بعدين العدوان والميل للتخريب والاستلاء على الممتلكات هذا برضو من خصائص المنحرفين الاجتماعي المنحرف بخرب وبيستولع على الممتلكات كذلك الضحالة الانفعالية وعدم الاتزان الانفعالي يعني عنده يعني ينفع لأدفها الأسباب بعدين ضعف القيم الدينية والمعايير الهقية عنده كثير معاناة من الطراب السلوك والشعور بالنقص والتوتر القصوة وعدم الإخلاص والعجز عن الحب الأنانية والتمركز حول الذات متمركز حوله يعني مفكرش إلا في حاله الانغماس في أحلام اليقظة والخيال منحرف اجتماعي يعني طول النهار بإحلام سوء التوافق وعدم الإحساس بالسعادة والمعاناة من مشاكل أسرية العصبية والحساسية الزائدة زيادة روح المخاطرة وشدة المنافسة والمغامرة كل هذه خصائص للإنسان المنحرف اجتماعيا لو جبنا واحد منحرف اجتماعيا يعني عدم القدرة على التكيف مع الأخري ويصنع شخصيته بنلاقي أنه معظم هذه الخصائص موجودة في شخصيته طيب شو هي أو ما هي أهم المشكلات والأمراض الاجتماعية والأخلاقية اللي إحنا بنصنفها في اللي هو المجتمع في عنا أول بالصيب الناس المنحرفين اجتماعيا تبلد الإحساس وهو خلق مذموم قائم على قصر الأهداف في الحياة الدنيا على الطعام والشراب والنوم يعني بس بفكره في ناس عنده متبلدين بنام وبيوكل وبشرب بصهر في الليل على الإنترنت وبنام وبشرب أبو بقوله تعالي أعمال بقولك بديش تعالي اطلع بديش تعالي ساعدني بديش هذا عنده تبلد الإحساس تميز أصحاب هذا الخلق بأن قلوبهم ميتة ويخطؤون بحق الآخرين خاصة بحق الأسرة ولا يشعرون بالذنب ويشاهدون مآسي ومصائب الناس ولا يبالون بمشاعرهم مالنا ومالهم متجاهلين مفهوم الأمة الواحدة يعني زي ما بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون في توادهم وتراحم وتعاطم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد بالصهر والحمى يعني لا خير في الإنسان إذا لم يكن يساعد الآخرين الحاجة الثانية التحاسد وهو خلق مذموم نابع على الأنانية والرغبة في زوال النعم على الآخرين اللي بيحسد ما بيتمنى الخير للآخرين ويتمنى لهم الضرر والأذى للناس يعني مثلا تشوف واحد بنجح بتحزده تشوف واحد بابني بتحزده تشوف واحد اشترى سيارة بتحزده يعني لا تتمنى له أن يعيش سعيدا وهذا خلق مذموم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله يا إخوانا يعني ديننا ينهان عن التباغض والتحاسد وما إلى ذلك لذلك التحاسد يأتي نتيجة لضعف الإيمان بالقضاء والقدر وتقسيم الأرزاق والغيرة بيني يعني مثلا بيعوا بيع هذا البيع بيشتغل هذا بيشتغلش هذا بيحسده بتمنى له أنه يفشل فيه وإلى خيره بتمنى أولاده يرسمه في الجامعة والمدرسة الحاجة الثالثة المشكلات الأمراض التشبب بالكفار وهي التقليد الكفار في زيهم ولباسهم وفي نوعية طعامهم وطريقة أكلهم واتباعهم في شتى ألوان الحياة وأنماط السنوك والأخلاق الأمراض الاجتماعية كمان تضيع الوقت الوقت هو يعني زي ما بقول أجانب the time is money يعني الوقت هو مصاري من ذهب وتضيع الوقت هو الجهل بقيمة الأوقات ومحاسبة الله عز وجل عليها يوم القيامة ولقد نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطورة تضيع الوقت بقول لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه فترى الناس بدلا من أن يستفيدوا من أوقاتهم بالعلم والعمل والعبادة تجدهم يبحثون عن الطرق التي يضيعون فيه هذا الوقت ويتخلصون منه ويعطون الملهيات والمضيعات الوقت الكافي زي مثلا النوم الإنترنت والزيارات والتسوق يعني الإفراط في النوم سيء الإفراط في استخدام الإنترنت سيء الإفراط في الزيارات للأصدقاء سيء الإفراط في التسوق سيء دائما الوسطية جيدة والإنسان يجب أن يستثمر الوقت وخاصة وهو شاب يعني بيعرف يوزع وقته يعني ممكن يقعد مع أصحابه شويه ويدرش شويه وساعد أهله شويه يعني بتلاقي فيه متعة في الوقت أما يظلوا نايم على طول بتلاقي في الصحة من النوم كأبان وزهجان وقرفان أو يظلوا طول الليل والنهار على الإنترنت أو بتسوقوا أو زي ما تسكعوا يعني هذا أمر سيء الحاجة الخامسة اللي هي التغريب وهي دعوة إلى تذويب الشخصية الإسلامية في الشخصية الغربية حتى لا ترى إلا بالمنظور الغربي والعجب بالشخصية الغربية أو الإعجاب بالشخصية الغربية والابتعاد عن قيم وأخلاق الإسلام يعني لا بد أن تكون لنا شخصيتنا نحن المستقلة يعني فيه التكبر والتملق والتطاول على الدين هذا وتقبل المنكر والتهون بأمور الدين هذه هي مشكلات يعني نجب أن نبتعد عنها فيه عندنا نماذج كثيرة لمشكلات نفس اجتماعية وأخلاقية وسلوكية زي الاغتراب النفسي والاغتراب هو أن الواحد عايش بجسمه في منطقة ما ولكن عقله يعيش بعيدا عدم التزام بالنظافة والنظام الألفاظ النابي والألقاب تنابز يعني إدمان الإنترنت التبرج والصفور والشعور بالنقص والتفكك الأسري تشبه الشباب بالبنات والبنات بالشباب الزواج المبكر والطلاق المجاهرة بالذنب وإفشاء الأسرار الإختلاط اللاشرعي بين الجنسين والصراع العاطفي الجلوس على الطرقات سب الذات الإلهية ويمين الطلاق الكتاب على الجران وسوء استخدام المرافق العامة عقوق الوالدين والأهل والخيانة والخصام هذه هي نماذج لمشكلات نفس اجتماعية يعني لو طبقناها كثير ولو يعني باللاحظ أنه أي مجتمع لا يخلو من هذه ولكنها تتفاوت من مجتمع إلى مجتمع آخر هيك بنكون طلابي العزاء خلصنا المحاضرة الثانية أتمنى لكم التفوق والنجاح وأتمنى عليكم أن تراجعوا وتقرؤوا جيدا لأن أنا أنا اخترت لكم موضوعات وهذه الموضوعات التي ستأتي في الانتحانات يعني ضايل عننا إن شاء الله يعني أكم محاضرة وبنخلص هذا المنهج أتمنى لكم التمييز والتفوق وشكرا وإلى لقاء آخر في محاضرة أخرى اشتركوا في القناة